الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة ولم يقل عليه الصلاة والسلام الصلاة لأن لابد أن يأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطه واركانه وعجباته ومكملاته السنن ولا يأتي بمبطل مبطلة الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة مستقيمة لأن يجب أن يجب أن يجب أن يستقيم بإقامตاله بكذا لأن يجب أن يجب أن يقول صلاة لا يجب أن يجب أن يستقيمه الصلاة المفرووز 5 الفجر ركعتين الظهر والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات في السفر الصلاة الرباعية تصلى ركعتين يعني الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين أما الفجر المغرب تبقى كما هي نابطوانيو نمازي كو يسو چتر ركعات سكاني دو ركعات والجمعة في كل يوم جمعة من كل اسبوع لا بد أن تصلى هذه الصلاة المفروضة الخمس في الجماعة على الرجال البالغي لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق ظاهر النفاق نصلاح والسلام والله أعلم كما تعرف على الرجمعت وعنى الماز في الجماعة والسلام أعلمة من المفروضة الخمس في الجماعة أعلمة موسيقى